السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اهلين وسهلين في هذا الفيديو الجديد فيديو اليوم كي ما راكم تشوفوا عبارة علاقاته بريستيج سهل بسيط جدا هو كي ما اصاب لي ولكن انا اضفت له مكونات من عندي طريقة العمل تاعه سهلة جدا نحتاجو ربوع كاست زيت نحتاجو كاست فاني كي ما راكم تشوفو الهن عندي كوكو مرحي رقيق قاع عندي السكر عندي زبدة عندي بيض وعندي خميرة هذا مش عندي انا فيه نبدو على بركات الله شوفو عندي الهن الزبدة بدرجة حرارة الغرفة عندي متين قرامتها زبدة كي ما راكم تشوفو فيها نضيف لها السكر والزيت ونطلحها نليح بالباطر حتى متحصل على كي ما نقولو احنا يا كريمة يعني تكون خالط لي يمتزج جدا جدا يرجع كي الى الكريمة ومن بعد نضيفولو المكونات الاخرى هذا القاتو هذا يجي خفيف جدا الهن بعد ما ضفنا الزيت والزبدة والسكر والبايف والكاوكاو انا قدرتو بكاوكاو ورطب نتحصلو على هذا الخالط هذا الهن نحبسو عمل الباطر ونبدو نخدموه بالنشاة وبالفارينا نبدو انشاة يلو لقبل الفارينا نديرو كزا على نشاة نضيف عليه هاداك الباكتاء الخميرة لازم نغربلوه باش ما يخرجوا مناش هاداك الدولات كي ما راكم تشوفوا اللي احنا معايا نغربلوه كلش فوق هاداك الخالط واللي احنا نستعمل يدي ندخلهم كامل في بعضهم اللي احنا استعملت اولا للمعرض ومن بعد نستعمل يدي كي ما تعرفو القاطي لازم يكون عندو اليد يعني يد الانسان اللي تخدم المرأة تخدم بيدها باش ننحسو بالاعبات كيفهجينا يبسى اللي اهنا الفارينا ما قدرش نعطيكم المقدار كل فارينا وكيفاش انا اللي انا عملت فارين تسيم اا عندي فارين تسيم هما اللي نستعملهم بزاك في الحالويات اليوم توفرت عندي تسيم غربلتها ودرتها ونبقى نضيفها حتى نتحصل على عجينة متماسكة ان اللهنة هذا القاطو التاعي راح نخدمه في السيليكون القاطو السيليكون لازم يكون شوية طري و لازمنا ميزة لانه السيليكون نعرفه يعني المول تاس السيليكون نعرفه بالحبيبات قد بعضهم ولكن احنا لازم نوزنوه باش نعرفو انه يخرجوه لنا كيف كيف اللهنة انا قدرتها 32 رقم تشوفو فيها 32 جرام في هذا المول حبه طعا البيض ولكن جاتني كبيره مجاني لقاته كبير يعني بعد ما طيبته طيبت هاد السيليكون واحده اللوه البركات جاتني كبيره بدلت المول را نحب ان اعطلكم اللهنة طريقة اللي كيفاش نطيبه بها يعني كيفان حطوه يطيب جبت بلاتو صغير ونحكم السيليكون نقلبه على ظهره يعني اه لاباتو تكون لتحت وهاذ الاشكال يكونوا لفوق باش ما ديرناش هديك الاسمال حبه انت اعنا جي مسطحه من البركات اللي هنه عاوت جبت هاذ سيليكون تاعي واحده خرب كما راكم تشوفو حتى هو يدار بهذا القاتو هذا القاتو اللي ندرو احنا بشوكولون بعد نحشي وغناء لكن اللي هنه ما دارش خلاص الحشوه دارت القاتو عادي كما راكم تشوفو مكونات بسيطة ونحشيه اللي هنه وزنتها اللي هبط يعني في الحبه انتائي الى 25 قرام بين 22 و 25 قرام الاخرى 32 جا 2 كبيرة بزاف هبط فيهم ودرت اللي هنه 22 بين 22 و 25 قرام هاذ القيس اللي اعطيت لكم والعلمكية اللي اعطيت لكم تاع القاتو بتاع يعني تحت حضيرات العجينه خرج لي كما راكم تشوفو خرج لي 52 حبه يعني بين هاللي مول فيه ثلاثة والمول للول وزيت شوية المهم مع 52 حبه اللي هنه المول هاذا ما عمرتوش يعني درتو شوية كسر من نس باش مبعد كيتنفخ لانو فيه الخميره كيتنفخ يجيني سوا سوا لانو اللول كي عمرتو جاتني من فوخه مدكوكه بزاف ولا هنه على هنقلبو هاذ سيليكون هكا في البلاتو باش كي نلقاو كي ما شتون يا دركان نلقاو مو مش مسقمين نسقموهم اكم فهمتو ان شاء الله شتوني في كيفا خدمتو لكم ونبدو دركان نحيو اللي احنا ما تخافوش حتى ويعني ويتكسر خليته يبرد بمليح ودركان راح ندلو التزيان اكم تشوفو الحبه هدي كتاع البادلي درتاع اللول كيفا هجاوني كبير بزاف في حين الثاني هاهو كي الشكل بتاعو كفا هجا حايل المهم اللي احنا وش درتانا ايا ذوبت الشوكوله البيضاء وذوبت الشوكوله السوداء وخدمت بيهم دركان نفس المورتاع السيليكون هذاك عمسحتو مليح ما تخليوهش مبلول يعني لي الاشارة لازم يكون قطرة عماما فيهج وحكمت ذوبت الشوكوله فقط في حمام مائي يعني بدون اضافات درت شوكوله بيضاء وشوكوله سوداء كي ما راكتشوفو في الاخير وشوفتو في الاول تاع الصورة ولا هنا نعطي لكم الطريقة يعني اا اا اقتصادية وفي ساعة نكملو وشوكوله تاعنا مضيعش هابا المنطوره راكم تشوفو كيف هرا نديرها بيدي ولا بالمغرف نسجمها نحاول نوزحها لكمل الحواف السيليكون ونجيب الحبة هذيك التاعي تاع القاتو اللي تكون برد دجا يعني القاتو خدمته الصباح والتزيين خدمته العشية برد تمليح ووراني ندركه ندير الهاتف التزيين هيكا ونحطهم في الكونديلاتور يعني اقل مدة هي نصف ساعة اكبر مدة ساعة ومبعد نجبدهم يتنحوا فاصلهم ونتحصلوا على القاتو اللي نحبه قاتو بريستيج هاي اللي يعني منظر وشكل وانوالما ذاقن واللي بغيت تحشي هذك الفارغ تديره نيستلي اللي بغيت تديره معجون اللي بغيت تديره يعني حباتك تعلوز ولا جوز كل واحدة تزيين اختياري دائما نقولكم انا اللي هناراني نحشي فيهم يعني ندير في الشوكولة ونعاود نحط فيها القاتو ونبعد نحتها في الفرجدر اللي احنا نحن نعطيكم طريقة المعرف ها هيكي نعمر المعرف ونحاول نوزع والنقص الزيت نحطه على جانب كما راكم تشوفو يعني في الحبات الثانية هيكا ونحاول نحط لهم القاتو ونطبعو شوية بيدي باش اذا كان شوكولات زيدة تخرجها واكي وما تخافوش حتى وتكسر لكم الشكل من الفوق حطوه الشوكولات راح تغطيها ذاك تكسارو ماذا يعني وتعطي له منظر وشكل هايل هذا هو درتها في البيض ودرت في الكحل اه كي ما تشوفوه لا الاسود ولا كل واحد كفاهي احنا نعضروا لغة عادية لغة الجزائرين كامل ندرتهم باللونين كي ما راكم تشوفوه اعطاولي نتيجة جد جد مرضية انا الحمدل اللي راضي عليها اللي احنا فقط بغيت نتفكركم كيف تحطو اه لمرتز سيليكون كي جوي طيبوها كم تشوفو وهذا هو القطو التاعي والسلام وخيتام